صلو 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 على رسول الله صلو 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 على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم حبيبي عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة انا ندم حمد ودي قناتي لو اول مرة تشوفوها اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل عشان اي فيديو ان شاء الله جديد انزله وصلكم مشاعر بيه تقدروا تشاهدوه وتابعونا صلو على النبي كده يا حباب قلبي وكمان ما تنسوش تحطوا اللايك على الفيديو دو المهم حبابي زي ما انتم شايفين الفطير العسل الفلاحي المشالتة التحفل اللي انتم شوفته معانا في اول الفيديو دو طريقته سهلة جدا 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 مش معنا ان انا بقول فطير مشالتة فلاحي لا يبقى حاجة صعبة بالعكس خالص ده اسهل ما هتعملي واسهل ما تتعلمي واسرع ما هتعملي كل ما في الفطير المشالتة دو ان هو كل ما بيتريحي كل ما هتغذي نتيجة معاك كويسة تسيب العجين بتاعك يرتاح كل ما هتغذي منه حاجة برضو كويسة نتيجة كويسة المهم طبعا عفوا طبعا احنا كل جمعة عند حاماتي كده الناس اللي متابعة نده عارفة ان كل جمعة نده بتتجمع عند حاماتها كده انا وسلفتي بنتجمع تحت انا وسلفتي وهماتي بنقضي اليوم باقي كله مع بعض فطر ورغدا بالعيال بدوشتنا بتنجلوا بابا معلقة كبيرة من السكر وعجلنا بمية زي ما انتو شايفين كده مية دافية تفضل تحط في العجين في المية بتاعتك لحيدم العجين بتاعك يتلم ويبقى العجينة حلوة وزي العسل زي اللي هتشوفوها معنا في خلال الفيديو طبعا عجلة الفطير ولا بتبقى يابسة اوي ولا بتبقى طرية اوي بتبقى بالكوامل اللي انتو شايفينه قدام حضراتكم دوها طريق يعني ايه بتلزق حاجات بسيطة جدا اه في ايديكي بس هنغطيها ونسيبها ترتاح لحاجة ربع ساعة كل ما هترتاح معك زي ما قلتلك كل ما هتريحك في الشغل وتاخذي منها نتيجة كويسة المهم يا حبيبي بعد ما نسيبها ترتاح كده هنبدأ نقرص العجين بتاعنا اه عايزة تقرصي الكور بتاعتك الكبيرة صغيرة على قد الفطيرة اللي انت عايزة هتعملها قدر غيفل العيش بتاع الطبونة ده اللي يعجبك خالص تعمل في بيتك العب بمطبخك يعمل اللي حجام اللي تعجبك اي حكم انت عايزة اعمليه احنا قرصنا كده كور كبيرة وقرصنا كور صغيرة كور الصغيرة ديت هنفردها الاول وبعدين هندخلها في قلب الكورة الكبيرة بعد ما نفردها هتشوفه معي الطريقة بالزبط في خلال الفيديو طبعا زي ما انتم شايفين كده الطريقة سهلة وبسطة جدا طبعا بعد ما بتكوريهم كلهم كده او بتقرصيهم بالطريقة اللي انت شايفها ديت بتدهني الوش بتاعهم كلهم كده من الزيت او السمنة على الزيت او الدهان اللي انت هتدهني بيه زبدة سمنة زيت اي حاجة زي ما انت شايفة كده طبعا في واحدة كبيرة اوي كده انا قرصتها كبيرة دي انت مش هتعرفي تقرصيها وتعملها افطيرة واحدة كده كاملة الا ما يكون عندك طابلية كبيرة زي ديت تساعد وتسهل معاك لو ما عندي كيش والرخامة هتعملها الرخامة بتاعتك او الطابلية بتاعتك سغننة طرق اللي انت شايفها ديت اسهل واسرع لك بكتير اوي السغننين هتفردهم زي ما انت شايفة كده احنا عملنا خليط كده بين السمنة على الزيت وبنفرد بالعجين طبعا خدت واحدة فردتها ركنتها هاخد الكورة التانية هفردها بعد ما فردها هحط فيها الكورة الاولانية اللي فردتها وهبدأ هلم العجين عليها وكذلك لحد ما تخلص طبقات الفطيرة بتاعتك اللي انت عايزها والكبيرة بتبقى اخر واحدة بتفردها بتحط فيها طبقات بتاعتك المهم دي طريقة الطريقة التانية برضو هتشوفها معانا خلال الفرد اللي انتو شايفينه دوت اللي هي بيبقى قرص كبير بتفرده فطيرة واحدة على الطابلية بس زي ما قلتلك لازم يكون عندك حاجة مدورة كده زي الطابلية كبيرة هتساعدك اكتر طبعا بعد ما نفرد بقى الفطيرة اللي تتفرد بتتحط في صنيتها الصنية فيها كده دهنة زيت او زبدة او سمنة وبتحطها فيها تريح براحيتها وبعد ما بتريح هنبدأ نفردها المهم يا حبابي فعلا الفطير مشروع مربح جدا جدا طب ازاي يا ندا عرفت ازاي احنا بنعمله هاو في البيت اه شوفنا التكلفة بسيطة جدا وبره غالي جدا يعني احنا عملنا ست فطرات النهاردة من الاتنين كيلو ونص دقيق الست فطرات دول في هم فطرتين طبعا انتو شايفين حجم الفطير معانا في فطرتين فيهم انا عايز اقول لكم ان هم بمقدار فطرتين او فطير او نص من بتاعت برا انا مش هقول لكم ان الفطرتين بمقدار اربعة لأ خليهم اتنين زي ما هم يعني عملنا ست فطرات باتنين كيلو ونص دقيق الدقيق بستاشر جنيه جبنا اتنين كيلو ونص دقيق كلفني اربعين جنيه طبعا الفطير بتاع بره ما بيعملوش بسمنة بلا دي ولا هيعملولك بزبدة ولا سمنة مضيفة زي ما هتعملي في البيت بيعملو بزيت طيب الزيت الست فترات مش يعني قولي يا ست بالميت او هياخدو نص ازاز الزيت وبالزيادة كماء يعني الزيت بالزيادة مش هيعمرهم باستحال هيكملو نص ازاز الزيت يعني خليك عشرين جنيه زيت مع عربعين جنيه دقيق ستين جنيه عملت ست فترات بره بقى الفطيرة السادة احنا بنتكلم عن فطيرة السادة الفطيرة المشالتتة السادة بتتبع بره بتتروح على حسب المكان اللي انت جاعدة فيه من عشرين وانت طالعه خلينا بعشرين في ستة مية وعشرين جنيه كلفتني في البيت كام ستين جنيه يعني انا صرفت ستين لو عاملا مشروع في بيتي هكسب ستين تاني اصادة لو صرفت مية هكسب مية تاني اصادة صرفت متين هكسب متى يعني فعلا مشروع مربح جدا 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 ينفع لاي ست بيت تعملوا في بيتها مثلا لو هي عايزة تزود رزقها ودخلها اه وما معهاش امكانية ان هي تأجر مكان برا او جوزها مش رافض ان هي تطلع برا البيت وتشتغل ممكن في البيت عادي تعمليه ولو مش لازم الفرن الكبير بتاع الخبيزة عادي ده فرن البيت وجاهز تحت على الونار عليها واول ما يغض اللون الجميل من تحت بتطف تحت وتفتح فوق على نار عليها برضو كده كده هيستوه معاك طبعا دي الطريقة التانية اللي قلت لكم عليها بس مش هتنفع عندكم الا ما يكون عندكم طابلية كبيرة زي ديت او رخامة كبيرة يعني تسيع معاك حجم الفطيرة لو ما عندك يش يبقى الطريقة التانية اسهلك واسرع علي المم حبيبي فعلا مشروعة جميل جدا 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 نعايز اقول لكم بصوا ان اما ما خدوش معانا وقت خالص ويكفي يكفي ان انت حاجة عاملها ببيتك طبعا كده ست الكل بعد ما خلصنا حماتي ربنا يدينا يديها الصحة ويبرك لنا فيها ويطاولونا في عمرها هي بركة البيت صراحة اا اول ما لاتنا خلصنا كده قالت احملكم انا الفرن اتشغل الفرن يعني عشان يحنى ويبقى سخرن اوي لازم الفطير يخش على درجة حرارة عالية عشان يطلع طري ومورة وجميل وعسل معاك كده المهم بعد ما بترايح زي يعني شايفين اللي انا بفردة ديت واللي جنبيها الفرنص ديت شايفين حجم الصواني اللي انا عاملة فيها الفطيره الفطيرتين دول بمقام فطيرتين من بره الفطيره الواحده بمقام فطيرتين بعد ما ريحه والفرن سخن النار عالية عالجوانب وتحت هدخل الفطير بتاعه طبعا الفرن بتاعي كبير هياخد ثلاث صواني مع بعض كده نار عالية فوق تحت طبعا السبب اللي بيخليه انشف معاك بتبقى موطيه النار بتاعتك واول ما بيطلع بتسبيه عريان مع صدمة الهوى آآ بينشف منك عايزك اول ما تطلعيه من الفرن صينية تجي بيها تمي مغطيه انا عايزك تكتميل لو انا طبعا عاملة تلاتة همت التلاتة مرة واحدة يطلعوا من الفرن هحطوهم في صينية واحدة وهغطيهم بصينية برضو البخار اللي هيطلع من الفطير بتاعي مطرح السخونية بتاعته هو ده اللي هيطرلي الفطير اكتر واكتر معاك ويخليها معاك زي الملبن كده طريه وجميل طبعا انا كده دخلت التلات فطيرات بتوعي نايز تلاتة طبعا عندي صنية كبيرة هتخش في مرة لوحدها وصنيتين هيخش في مرة لوحدها آآ طبعا خلي بالك عشان ما بيخد شواته خالص اول ما تلاقي كده خد اللون بتاعي الجميل العسل دوت انا كده خلاص حطيت التلاتة عازة تعرفي بقى في خلال التسوية الفطير بتاعك حلو ولا وحش ولا يطلع مش مورق ولا ايه اول ما تفتح الفرن بتاعك العسل كده وتشوفي المنظر اللي هتشوفيه معايا ده حيالا شايفين اول ما هتلاقي البص بيبدأ انا لسه مدخلاء بيبدأ يعمل فكاكية كده بمرة مرة مرة هتلاقي انتفخ شايفين شايف المنظر ده شايفة بتنتفخ قدامك هيت وبتعمل فكاكية كده وشايفة الهواء اللي فيها كده اعرف ان الفطيرة بتاعتي مورقة وجميلة وزي العسل وهتبقى طرية بزيادة لما اول ما طلعها سخنة اغطيها كده حبيبي تلات فطيرات بتوع دول طبعا زي ما انتو شايفين طلعوا حطت اللي اتنين دولة همت وما اسمعايا كبيرة دي شايفين بقى الفطير بتاعي قد ايه جميل وعسل شايفين المنتفخ قد ايه من كتر الهواء اللي فيه ومن كتر ان هو مورقة كده خلاص حبيبي اخر واحدة في الفرن شايفين فطيرنا عسل بقى اول ما طلع غطته عشان يضطر اكتر طبعا برا دلوقتي بقى سيلفتي وحماتي بيجهزوا بقى العسل والجبنة الحبشتكنات بتاع الفطير شايفين ما شاء الله انا ما ملحقتش ان انا افرد لكم الفطير كده جنب بعض ووريكم لان كان يوم جمعة وسيلفي وجوزك انا عايزين يروحوا يلحاو صالات الجمعة متعودين ان امه يفطروا قبل ما يمشوا شايفين الفطير وحلوته انا بصقاطة حتة عشان اوريالكم سخنة اترمت من ايدي سخنة ملهلبة مش عارفة همسكها طاري جدا وجميل ومورق وحاجة نضيفة وزي الفل وهتعجبكم ان شاء الله شايفين حلوت الفطير معنا عسل 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 اتمنى حباب قلبي بجربوه بالطريقة ديت هتعجبكم ان شاء الله شايفين العسل اللي معنا وطاري جدا انا بص مش عارفة اقول ايه عن حلوته جماله تحفة جدا والله العظيم لو جربتيه مرة مش هتبطلت اعمليه في البيت من كتر ما هو موفر وجميل اه طبعا الفطير كلنا بنعشاؤه بالفة هانا وشيفة على كل اللي كان اتمنى حباب قلبي الفيديو كون عجبكم لو عجبكم الفيديو اوقعت انسى تحطوا اللايك عليه ولو لسه مشتركتش في قناتي اتمنى تشتركوا فيها واتفعلوا زر الجرس لوصلكم كل جديد مني استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد حباب قلبي مع السلامة